اصبح ريف حمى الشمالي جبهة أخرى لتصعيد الحاصل منذ عدة أسابيع في مناطق مصنفة ضمن اتفاق روسي تركي بأنها مناطق خفض التصعيد فبعد لحظات من بدء المعارك في ريف حمى تمكنت الفصائل وبعد معارك وصفت بالعنيفة من إحراز تقدم واسع والسيطر على مناطق استراتيجية أهمة تكتيكات عسكرية اللجأت إليها الفصائل من أجل توسيع الأهداف المحتملة للطيران الروسي حيث تمكنت من توسيع نطاق سيطرتها والتوخل داخل قرية الجلمة الاستراتيجية والواقعة بالقرب من طريق السقيلبية محردة بالتزامن مع استهداف قوة نظام وحليفه الروسي محاور القتال حيث نفذ معا ما يزيد عن مئة غيرة جوية على مناطق خفض التصعيد نظام الأسد هو منسجم تماما مع طبيعته الإجرامية القصف الذي يحصل على أهلنا في العديد من المناطق التي يفترض أنها ضمن مناطق خفض التوتر هذا طبيعي النظام يريد الاستمرار في عمليات القتل وارتكاب المجازر اعتقادا منه أنه سيؤدي به إلى عودة السيطرة على كل أنحاء سوريا وهذا محضو خيال النظام انتهى وفر عشرات الألاف من منازلهم ولاجأ الكثير منهم للحدود التركية للاحتماء من الضربات الجوية التي قتلت العشرات وقال اتحاد منظمة الإغاثة والرعاية الطبية إن القصف تسبب في إغلاق خمسة وخمسين منشأة طبية منذ أواخر أبريل الفائت إدلب حقيقة منطقة حساسة جدا فيها أكثر من أربع ملايين سوري من الممكن أن تشكل كارثة على مستوى المنطقة وليس على مستوى الإنساني السوري فقط لا غير اللي عمل على توسيع المعارك والانتقال للقتال في مناطق النظام تلك هي الهدف التي وضعتها فصائل المعارضة للدفاع عن آخر معاقلها في إدلب ومحيطها الهجمات المضادة للمعارضة أدت إلى احتدام المعارك في رفي إدلب وحمة فهل يعني ذلك بأن المعارضة ستفي بكلمتها بأن تجعل إدلب عصية على الاستسلام لأنها بكل بساطة ملاذها الأخير لكن إلى حين الإجابة فالمدنيون لا زالوا يدفعون الثمن بعد أن وصفت الأمم المتحدة الوضع في إدلب المروع ودعت إلى توقفه فورا حنى النامق الإخبارية من على الحدود السورية التركية ترجمة نانسي قنقر